شفنا يونس عودتان خرجنا فيديو جديد اللي كيقولك من هنا غادين كسي ولادي وكترت الوعود الكاذبة الخوة العزاز وكيف ما سمعنا لوعد ديالو اللينا مقبل يعني على النضادر وهذا كلي وعد كله كان كدوب الخوة العزاز دابا عودتان خرجنا وكيقولنا من هنا غادين كسي ولادي السيد كيعيش الافتراء ديال المراهقة المتأخرة بكل صراحة ولكن الخوة العزاز شفنا أن سميرة تبارك الله عليها ما شاء الله عليها شاركت معنا لها ديال الأيام دي فيديويات لكلها طاقة إيجابية والفرحة والسرور وبنية تبارك الله ما شاء الله بالخياطة وبالبلدي ويعني الفرحة باينة على عينيهم عايشين سعادة مع الأم ديالهم ولكن كذب قد يكون نقطة صوداء ديال أب الخوة العزاز اللي كيعطي واحد الوعود اللي هي وعود كاذبة وهناك يقول لك يونس بأن الله يدع لنا صحاب الفتنة ولكن الفتنة منين جاية جاية منك انتا ومن عند عمه الخوة العزاز اللي هو خو يونس اللي خدام بالمشاكيل ليل الأخ دياله وعيش سعادة مع الإبن دياله المهم نعطيه التحية ونكملوا الفيديو لأنه بزاف ما يتقال تحية لكم كبيرة كنتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير ويلقاكم هذا الفيديو في تمنصحها والعافية تحية الناس الراقية الناس العزيزة وكن نقول لكم شكرا نسمحولي على الغيبة لأنه كانت عندي ظروف خاصة وما زال عندي الظروف الخوة العزاز صعبة شوية كنتمنى منكم الدعاء والشفاء العاجلية اللهم لك الحمد على قضاء الله اللهم لك الحمد على حكم الله سبحانه وتعالى المهم الخوة العزاز كيف مما شفنا أن يونس عاو تنحطنا واحد الفيديو البارح كنحطنا واحد الفيديو واحد البنت اللي يلابسها اللبسة السوسية ولا الخوة العزاز كيحاول يدحك كيحاول أنه يبين رأسه وأنه شخصية وأنه مهم بزفد البنات اللي كيحلموا بيه بزفد الناس كيلعب لهم على المشاعر ديالهم وبنات الناس وبنات الأصل ولكن غلي شافت يونس كيهضر بذلك الطريقة كتقول غادي نتزوج بيه أو لغي نتزوج بيه ولكن هذا كيتسمى استحمار على المتتبع ويستحمار على بنات الناس اللي كيدحك عليهم ولي كيعطيهم وعود كاذبة أو لكيوهمهم الخط العزاز وباختصار كيستحمر المتابع وكيدحك الخط العزاز على ود كيدحك للمتابعين باش يطلع لمشاهدة لأن هذا السيد هذا منهر رجعوا لولاده وشهر هذا كامل وهو كيدحر على ولاده وعلى الزواج دياله ولي حيات دياله فقط ما عنده شي حاجة جديدة ما عنده شي حاجة اللي يمركز عليها ولا شي هدف اللي هو قدامه وبغي يوصل له ما كينشر الخط العزاز من غير المراهقة المتأخرة اللي سيد الخط العزاز مهووس بس مهووس وليس حاجة اسمي الجواج وقدام العالم ويحنا جميعا كنا لو دياله رجع جديدة ما ليس حرام وإنما رجع طريقة كيفاش غدي تزوج وكيفاش غدي توصل على المتابعه كيفاش غدي يكون كلامك جديد هذا هو فش بقت الخط العزاز لأن رجع الزواج حلل الله وحلل الله تطلق ونهد سيد هذا كانوا واحد الوقت زوجه دابا كنا وكنتو سرنا وسرتو تفارقوا كل واحد يشاف طريقه وحلل الله تطلق وشفحياته لا هو ولا سميرة ولكن الضحية وماذاك الوليدات ولكن مع الأم ديالهم إن شاء الله ما يكونونش ضحية لأن تبارك الله الأم ديالهم قائمة بالواجب ديالها والمسؤولية لها الزهر لذيك الأم الصراحة كان نرفع لها القبعة وهذيك الإنسان اللي كتعطينا طاقة إيجابية نحن كنساء مغربيات وسواء مغربيات أو من أي دولة أو من أي مكان في العالم فتاميرا كتعطينا الطاقة الإيجابية الصراحة بالنسبة لي نحن كنساء أو كمرأة مكافحة مرأة لي تبارك الله ما شاء الله مئة رجل تبارك الله عليها الرجاله مقدش على ساميرا لأنه كنشوفو يونس بكل صراحة كنشوفو أنا دبع عادي من المسؤولية ولو أنا أعطاته ساميرا وحد الفرصة أنه يصلح الأمور مع أولاده والعلاقة اللي كانت مع أولاده مضمرة رجعت بغى تصلحه واللي كان مكسر بغى تجبره ولكن مع الأسفة الخوة العزاز الراجل كيف مقال سيد هذا سيد هذا اللي هو يونس كيف مقال خوه أسبق له خرج وقال كان خويا مرفوع عليه القلام الخوة العزاز فيونس هذي الأيام هذي كيتبت كلام خوه اللي خرج وقاله قال لك أنا خويا مرفوع عليه القلام والسيدة الخوة العزاز الماشي يغي ديال راسه أو نقوله كي يحكم في راسه هو أو اللي غيتخذ القرارات دياله وراسه ويشوف المسيرة دياله اللي غيمشي فيها أو يشوف يعني المستقبل دياله وديل ولاده لأن الخوة العزاز راهم ربعات الأطفال تماما لأن الأم ركال شوفوها هزل أو الأطفال ديالها بسنانها ما خليهم مخصوصين تتمنشي حاجة ولكن هذي الأبادة عاديهم المسئولية بكل صراحة بزاف للناس المتابعين اللي غادي يشوفوا الخوة العزاز أرى ما كيبقاش الأبوة غاب الفم لا هذي الأبوة رخصها تكون قولا وعملا يعني خصويا يفرض شخصية دياله مع الولاد دياله وخصوح تذيك الولاد إرادة للأم رهربع سنين ويهزهم علاش منين أنا صلحت الأمور ديالي مع أولادي وعطيتهم وعد أنني عادي نجيبهم في العطلة وما جبتهمش ومشيت سافرت وجدتني سافرية علاش ديكل أولاد ماشي من حقهم أنهم يسافروا مع أولادهم غير على الأقل غير عمران الخوة العزاز غير عمران كان عليه يديه وصفر معاه ولو أن الأم ديالهم عوضاتهم بهذه المناسبة ديال الصديقة ديالها اللي هي إيمان وحبوبة اللي تبارك الله كانت دايرة واحد الحفل اللي هو حفلة راقي ورائع وعاشت مع هالأجواء سميرة وولداتها وتعوضت على ديك الصفرية ديال الأب ديالهم أو للوعد اللي كان وعدهم داك الأب الخوة العزاز بأنه غادي يجيب الأطفال دياله والداره وغادي يعيش معهم واحد الأيام متتالية وغادي يزد المسؤولية شوية عادي يكسيدها ويريح حشو ويريح حشوية ويحاول أنه يعوض وليداته في الليفات ويحاول أنه يكسيه ومشوف شنخصهم ويصاب اللي بنت نضادر لأنك نشوفو سميرة تبارك الله ما شاء الله عليها دارة البنية لأنه يغلبوهاش لأنه 4 سنين ويهزهم بالنضادر بالقرايا بالكسوها بالماكلة والشرب راكم شتون خوط العزاز الفيديو اللي خرجت فيه الثميرة ولي حطت فيه كل شيء في السطل واللي جاي طل يعني هالأم هذي راكنت كتقرر ولدها بريفي وما غالبوهاش ولكن في الآخر مني شافت المشاهدة مشاهدة طاحت لها حاولت أنها تفكر بعقلها وأنها تقرر ولدتها في البريفي وما زالت باقي الله هذه الوليدات كيجيهما من الأوائل يعني بالمجهودات ديال الأم ديالها اللي حارسة على القرايا ديالهم وحتى الوقت العمل يعني مخصصة للنهار فقط من خلية وقتها الوليداتها وكتعطيهم وقتهم وكتعطيهم الحانان وكتبات معهم زي ما الصراحة ذاك الفيديو ديال ساميرا أنا سمعت له كله طاقة إيجابية فتبارك الله على ساميرا ما كيش اللي يقدلها وما كيش اللي يبصلها وما كيش اللي يقدر يقول هذيك الأمر عليها شي حاجة لأنه يلقى شي واحد شي حاجة على هذيك الأم فكيبقى كيتعدى على رأسه وعلى نفسه احنا كنشوفوا ما زال الخوط العزاز كنشوفوا هاد يونس كيقول لك الله صحاب الفتنة شوف ايو نصرا ما كيش اللي داي الفتنة قدك انتا وقد يعني داي انتا داي الفتنة راسك وديرها الساميرا ودك الوليدات وما كيش اللي داي الفتنة او تان قدك قدك وقدخوك يعني اخوك هو را خدام بمشاكلك را خدام يعني بولادك وخدام بك انتا باش نكونوا واقعين نكونوا واضحين را ما كينش المنتقدين اللي كيحاول انه يمرك شي ميصاش باش يفرقك عيدك الوليدات قدخوك انه كيكرهك انك تجمع مع ولادك وفعلا هذوك الناس اللي ما بغينك ش تجمع مع ولادك نجحوا في الخطة ديالهم عين النادي وعين الناشدون قلك هاد السيدة دا را خصك تصلح الامور ودك شي لفات والفقدان ديالك مع ولاداتك هذك شي كامل اللي داز را خصك تعوض ولاداتك را خصك توقف مع ولاداتك را خصك تكون واحد السند ليهم وخصوصا عمران اللي هو ووليد مسكين اللي محتاج للحضن ديال الاب دياله ومحتاج للشخصية ديال الرجل لان الخوط العزاز را كيكو تعرفوا بان عمران مسكين كتبت معنا وعيش مع البنيات اخواتاته كلهم وولد فص منهم فهو محتاج للشخصية ديال الرجل اللي هو الاب ولكن مع الاسف لا حياتني منتون هذي السيد ضار بالدنيا بركلة وعايش لمورهاقة غي كل نهارك نشوفوه مع مراكي كيكي كل نهارك يشوفوه مع بنتك هيكي يعطيها في الوعود هذي خاطيبتي هذي جوزتي هذي عروصتي هذي مراتي هذي هي الاختاريت هذي المهم العناوين الكاذبة والوعود الكاذبة حتى في هذي الفيديو اللي تنزل هذي النهار هذي ولي كيقول بانه سيدي هو غادي يكسي ولدته هنا فاللي بكي يبغيدر شي حاجة ما كيجيش ويقولها وانما كي ينفدها عد كيجي يصورها يبرتاجها مع المتابعين ولكن مع الاسف الخوط العزاز هذي انسان اه الكلام اللي قال عليه خوه راه اكدوا لنا في هذي الفيديويات السيد مرفوع عليه القلام يعني بالمراهقة الموتى اخيرة هنا نقول لكم بسلام عليكم تنقوا في فيديو اخر ان شاء الله مع السلامة والله يعطي السبر لدوك الوليدات يعطي السامرة لان الحمل تقيل عليها ولكن مازانة مسكنة يعني كتكافح مع وليداتها الله يصبرها ويعونها يا ربي الحبيب هنا نقول لكم بسلام عليكم الخوط العزاز متنسوش اللايكات والتعليقات والله يجازيكم باخير مرحبا بالناس اللي انضمت الجديدة وسمحوا لي بزافتها للتعليد الفيديو عادي قلتها لكم موسيقى